السلام عليكم أهلاً بكم في فيديو جديد من هذا الأسبوع على اليوتيوب أهداف سوبرتشات في التجربة الجديدة ليوتيوب يمكنك تحديد هدف في البث المباشر والعروض الأولى وذلك لتشجيع المشاهدين على مشاركتك تحقيق الهدف هذه الميزة يمكن أن تساعدك على كسب المزيد من الأرباح حين يقرر جمهورك الشراء من سوبرتشات والذي سيحتسب في هدفك بالإضافة لرؤية الوقت المتفقي لتحقيق الهدف ووصفاً لكيفية اعتزامك لاحتفال به إذا حققت الهدف سيرى الجمهور رسوماً متحركة ممتعة في البث المباشر ملسقات استطلاع الرأي للفيديوهات القصيرة يمكن الآن لصناع المحتوى إضافة ملسق استطلاع رأي إلى مقطعهم القصير وجعل المشاهدين ينقرون على الخيار المناسب لهم سيتمكن صناع المحتوى من رؤية النسب المأوية للأصوات لكل خيار بالإضافة إلى العدد الدقيق للأصوات الإجمالية على المنصق سيتم طرح هذه الميزة للجميع خلال الأسبوع المقبل نقياس الوقت الفعلي حسب نوع المحتوى أطلق يوتيوب فلتر لتحليل الوقت الفعلي حسب نوع المحتوى والهدف هو منح المبدعين القدرة على تحليل بيانات الأداء ومضاعفة صناعة المحتوى الذي يحقق أداء أفضل منح ظهور الإعلانات على المحتوى الخاص بك في يوتيوب يمكنك التحكم في حظ فئات معينة من الإعلانات من الظهور على المحتوى الخاص بك من خلال قسم الإعدادات في استيديو يوتيوب على أسطح المكتب مع التذكير بأن اختيارك لمثل هذه التغييرات قد تؤثر على أرباح قناتك